السلام عليكم ورحمة الله في فيديو النهاردة هنعمل وصفة جديدة من وصفات اللحمة المفرومة هي لذيذة جدا واقتصادية وسهلة اوية في تحضيرها اتمنى ان تتابعوا الفيديو للنهاية وتتفاعلوا مع الفيديو علشان التفاعل بيفرق معايا جدا وقبل ما نتكلم عن المقادر وطريقة التحضير متنسوش تعملوا لنا سبسكرايب وتفعالوا زر الجرس ولايك وشير للفيديو عشان يوصلكوا كل جديد اول حاجة معانا ربع كيلو من اللحمة المفرومة فيها نسبة دهن عليها هنضيف حوالي تلتمية جرام من البطاطس المبشورة وده المكون اللي هيضعف معانا الكمية لو عايزين نعمل البطاطس قبلها بشوية بننقاها في المياه علشان ما تسودش وبعد كده بنوصرها من المياه بتاعتها علشان الكفتة ما يكونش فيها اي سوايا بعد كده هنتبنها بمجموعة بسيطة من التوابل بالمعلقة صغيرة من كل التوابل دي بابريكا تون بودر كمون فلفل اسويند ملح بصل بودر هي توابل بسيطة جدا بس بتديها طعم رائع قوي بجد يعني اتمنى انتوا تجربوها وتكتبو لي رأيكم في التعليقات طبعا احنا عملنا مع بعض قبل كده اه انواع واصناف كتير من الكفتة الاقتصادية اه هسيبلكو اه اللينك بتاعها في اه صندوق الوصف اه اللي هي اه كرات الكفتة التركية ومعاها الرز بالزعفران اه اللذيذة جدا كمان هنضيف ثلاث معلق كبار من البقصمات علشان التماسك وعلشان تمتص فيها اي سوايل موجودة في الكفتة وتبقى سهلة معانا اه لما اجي اعملها كرات ما يبقاش فيها اي سوايل هنعجنها كويس جدا عشان كل المكونات هتجانس مع بعضها بالشكل ده طبعا لو الفيديو عجبكم هتنسوش لايك للفيديو وسبسكرايب القناة وتكتبوا لي رأيكم في التعليقات وتكتبوا لايك او ديس لايك ده هيساعدني جدا بعد كده هبتدي ان انا اعملها الكرات متوسطة الحجم زي ما قلنا البقصمات هتساعد في التماسك وكمان البطاطس هتساعد جدا في تماسكها نية ما تفكش معانا وهتديها كمان قيمة غزائية عالية جدا لو الاطفال ما بيحبوش مثلا البصل فاحنا نضيف النهاردة بدلها البطاطس آآ بس آآ هتديها بجد طعم حلو جدا هتعمل معانا كمية كبيرة وهتكفي كل العينة وهي وصفة من الوصفات الاقتصادية بعد كده هندخلها التلاجة آآ حوالي نص ساعة بعد ما طلعناها من التلاجة آآ في طاصة على النار هنحط شوية زيت يعني مش هيكون زيت غزير وهنزل فيه كرات الكفتة تاخد لون بسيط كده من الجنبين علشان نضمن ان هي ما تفكش لمنية نحطها في الصوس اللي احنا هنعمله مع بعض دلوقتي وبرضو بيكون يعني استوت آآ نص تسويه هي مش هتحتاج تسويه كتير قوي لا اللحمة ولا البطاطس بتاخد حوالي يعني من 8 ل 10 دقايق على النار وبتكون باللون ده وبنحطها في آآ الطبق ونبتدي ان احنا آآ نعمل بعد كده الصوس اللي احنا هنزلها فيه آآ وكمان هو هيبقى طعمه رائع جدا الكفتة دي بتتقدم جميع الرز الابيض بالشعرية او الرز بالزعفران آآ رز بالزعفران عملناه مع بعض قبل كده ومع كفتة آآ كرات الكفتة التركية هسيبلكم الفيديو بتاعه واسهل صندوق الوصف هنا في نفس الزيت بتاع تحميل الكفتة آآ هنتزي نعمل السوس آآ هنا هنضيف حوالي بصلة متقطعة مش مبشورة متقطعة تقطيع متوسط بالشكل ده وهنبتدي ان احنا نشوحها لحد بس لما تدبل مش عايزين هتاخد معانا اي لون خالص لحده ما توصل بس للشكل ده وعليه هنضيف معلقة كبيرة من التوم المفروم طبعا التوم بدي نككة جميلة جدا في الكفتة او في اي تسبيكة احنا بنعملها آآ فمهمة اوي ان احنا نضيف التوم وبعدين لما نبتدي نحنا نشم ريحة التوم والبصل هنبتدي ان احنا آآ نضيف عليها مجموعة بسيطة من التوابل وهنضيف كمان عصير الطماطم هنا هضيف حوالي لتر من عصير الطماطم آآ وممكن كمان نحنا نضيف الصلسة عصير الطماطم لو لونه مش احمر معانا اوي ممكن ان احنا بنضربه في الخلاط نضيف مكعب من البنجر هيدي لون قوي وفي نفس الوقت هيدي كمان قيمة غزائية عالية جدا هنقلب كويس اوي وبعد كده هنضيف توابل بسيطة آآ هي معلقة صغيرة من التوابل دي آآ ملح بوهرات سبعة بابركة البابركة كمان بتساعد ان لون الطماطم يكون قوي وبنقلب كويس اوي وبعد كده هنسيبها على نار متوسطة لحد لما تتسبك معانا بتزي ان هي تقل شوية ويتضخر هنضيف كمان معلقة كبيرة منها ريسة الشطة ادوات اختياري اه وممكن الشطة اللي هي البودر المجففة كل ده حسب الرغبة بس هي بتديها طعم حلوى هنا هنغطيها لحد لما تسبك بتسبك معانا بتوصل للقوام ده كده والشكل ده بتبقى تبخارت منها اي سوايل بعد كده هضيف عليها الكفتة اللي احنا حمرناها في الزيت وهنقلبها تقليف بسيط كده وبعد كده هنغطيها بردو تاني علشان تستوي وتاخد طعم السوس ده وتكمل تسويتها هي مش محتاجة اكتر من 10-15 دقيقة بس على النار وهتكون جاهزة معانا هنا هي جاهزة مستوية جدا يعني لو حطينا فيها شوكة او سكينة هنلاقيها مستوية جدا اه ما اخيتش وقت خالص معانا وطعمها بجد رائع جدا اه هنا حطيناها في طبق التقديم لذيذة جدا ممكن زي ما قلنا بناكلها مع العيش اه او الرز اي انواع من الرز الرز بالشعرية الرز بالزعفران الرز البسمتي اه كل دي اه انواع رز احنا ممكن ناكله جنبها وزي ما قلنا هسيبلكو الرز بالزعفران اسفل صندوق الوصف وكنت عاملها معا الكفتة على الطريقة التركية اتمنى نكون الفيديو عجبكم لو الفيديو عجبكم نسوش لايك وشير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عمل التكليد اللعنجان اللعطة